الخروقات الأمنية في العاصمة بغداد ومحافظة ديالا وارتباك الوضع الأمني بمحافظة البصرة دفع اتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي لإصدار بيان من مبنى مجلس النواب طالبوا فيه رئيس الوزراء والتحالف الوطني والمرجعيات الدينية إلى الدعوة لحصر السلاح والزي العسكري بيد الدولة وفرض سلطة القانون لحماية المواطنين نتوجه إلى السيد رئيس الحكومة والقائد العام القوات المسلحة وحكومته وخصوصا الأجهزة العسكرية والأمنية ويساندهم التحالف الوطني والقوى السياسية الأخرى كافة والمرجعيات الدينية الكريمة والقوى الوطنية الأخرى وكل عراقيين إلى التعاون لدعم الجيش الوطني والشرطة والأجهزة الأمنية لفرض الأمن والاستقرار ونزع السلاح واللباس والهوية والاتخاذ دور هذه الأجهزة في فرض سطوة القانون وإنهاء الفوضى رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية عزى أسباب الخروقات الأمنية الأخيرة في بغداد وديالة إلى اعتماد القيادات الأمنية غير الكفوئة على دعم الأحزاب المساندة لها مشددا على جدية اللجنة بتغيير العديد من القيادات في المرحلة المقبلة ما حدث في بغداد جديدة بدأ يتكرر وأكثر من مرة ما يحدث في ديالة يتكرر دائما وما يحدث في البصرة هو يتكرر هذه المناطق نشعر أن هناك بعض القيادات الأمنية أما أنه أداءها غير جيد واحتمالها على بعض الجهات الحزبية التي تتخبط في القرار الأمني واختيار العشوائي هذا يؤثر على عدم استقرار الأمن في هذه المناطق وفي الوقت الذي انتقدت شخصيات سياسية استمرار الحكومة بالاعتماد على أجهزة كشف المتفجرات السونار رغم إصدار حكم بحق مستوردها اعتبر مراقبون مثل هذه الخروقات إشارة واضحة لضعف الجهد الاستخباري العمل الاستخباري لا زال بسيطا ولا زال ضعيفا ولا زال ربما غير قادر على مواكبة تقنيات وترتيبات الجماعات الإرهابية وبعيدا عن من يتحمل مسؤولية هذه الخروقات الأمنية فإن تنظيم داعش يعمل منذ فترة على إيجاد ثغرة أمنية لتحقيق مكاشب إعلامية وإثبات للوجود في ظل الخشائر التي يتكبدها في العديد من المحافظات المحررة وفق مراقبين أحمد عرام الحرة بغداد